دان الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش ما وصفه بالانقلاب الذي قام به رجال عصابات أرهبوا البلاد حسب تعبيره ونفى يانوكوفيتش في لقاء مع محطة التلفزيون الأوكرانية يو بي آر فراره من البلاد مؤكدا عدم نيته لاستقال أو ترك أوكرانيا تتمزق إلى أجزاء وشبه يانوكوفيتش الذي رفض كل الإجراءات التي اتخذها البرلمان في الساعات الماضية ما يجري حاليا بما حدث بألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي من استيلاء النازيين على السلطة وقال الرئيس الأوكراني الذي يعتقد أنه موجود في مدينة خراكوف شرقي أوكرانيا إن أمنه الشخصي وأمن الأشخاص المقربين منه بات مهددا من قبل المتظاهرين الذين سيطروا على أجزاء كبيرة من وسط العاصمة مشددا على عدم شعوره بالخوف رغم تعرض سيارته لإطلاق للنار ترجمة نانسي قنقش اشتركوا في القناة